مرحبا بكم. جيتكم في ادبارة جديدة. ادبارت عشاء خفافي. اه تجيه في نهار برد شوية وإلا في اه تقص صيفي يبدع شوية برد شوية. مقارونا جيريا مخرخة نسموها احنا الكفاسة. مقارونا سباكيتي معناها من غير من غير خضرة من غير حط شي شوية حمص شوية الحم وكهو. نمشو المقادير. هنا عندي شوية الحم كالكرومة وكالحمة اللي مش ميجي حط شي دوب بش نفوح بيه وكهو مغير ما نطايشو الزمنكة والجناح والكرومة الكل نعمل بيها مش جاري انا. هنا حطيت في صحفة مغرفة ربيرة ماطم نص مغرفة زيانة وحطيت زيت ما غمهم ونحرك بالباهي. علش نحطها كيكا? هذي كاستيس بيش تجيني الماكلة متاعي حمراء. وانا ما حبيتش نحرر زيانة لانه الفلفل الخضر تاوة طايح حق. بيش نعمل على الحرورة الفلفل الخضر. وهنا عمرت تنجرة بالماء اه اترا اترا ما اترا واربا. وهنا غلال ماء حطيت فيها كالصحفة اللي فيها التماطم وحطيت الحم وحطيت الحم وحطيت الحمص. وبيش نعمل البصيلة هما ما يعمل ليش البصلة بينا ما فهميش تنجرة ما نعمل ليش بصل. وعملت اه مغرفة قهوة كوركم. انا نحب وياسر الكوركم في الجيري. وبش نعمل الملح مغرفة قهوة ونص ملح. ونحرك. ونخليها تكمل طيق. مقارونتنا في حكاية ساعة غير بوع ساعة تحضر. اتجاج ما في شروح. كل شي ما في شروح. اه الحمصة زادة في ساعة طيق. هنا المقارونة سباكيتي متاعنا. عشو نقصها حكاية دي سنتيمتر. بيش فم اللي يعملها غليظة كبيرة. امانة ليه ما نفضلش لانه كما نعمل فيها انا التواجوي ده تتهز بالمغرفة وما تتعبش. وكل واحد حر واضواق تبقى. هنين نكملوهم اللوين ما يكملو كل. هنين بعد ما كملتهم هنزيد نثبت في خاطر ساعات تتيح مني كعبة كاملة نثبت وفيها يلزمهم لكل مكسوسين فرد حجم. ونحاول نزيد نكسرهم بيش تهزهم المغرفة بالبيه وهما طيبين. دو هنتعدوا للبرمة متاعنا. هنا تعدت ساعة غير بوع. بيش نحطوا المقارونة متاعنا. تبقى اربع ساعة هي وطيب المقارونة. اه وبش نحطوا سنتين ثوم. معاهم نصف مغرفة قهوة تابل. مهرسين. الثومات والتابلات. وبش نحط جرين فلفل نحرر بيه. قلت لكم نقصت مزيينة معاملة على الفلفل الخضر في الوقت هيدا حار. حتى هي جدت محرحرة وبنينا على الآخر. الزهمات مجرد تفويح يعني. خاطر مش ديما الماكلة باللحم. هنا مقارونتنا حضرت. بعد اربع ساعة زدتها جرين اخر مقصومة على زوزو. وغلاد ريجو طيب في تعليق. هنا حضرت شوفوا تباركالا محلاها. شوفوا ما شاء الله. بنينة خفيفة ما هيش قوية برشا. هنا بش نسرباها. نحطها في طبق التقديم. ان شاء الله تبارع عجبتكم. ان شاء الله تدعموني بالاشتراك واللايك. والى اللقاء في طبق اخر. سلام.